عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي الاجتماع الأول لمجلسه الإداري الاجتماع الذي ترأسه والي الجهة بحضور أعضاء المجلس الإداري يأتي في إطار الانطلاقة العملية لتفعيل القانون رقم 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وصدق المجلس بالإجماع خلال هذا الاجتماع على مشروع ميزانيته وعلى المخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات المركز التنظيمية واختصاصاتها والنظام الأساسي الخاص بمستخدم المركز والنظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال الصفقات وكذا على النظام المرجعي للمراقبة الداخلية للمركز كما تم خلال الاجتماع إحداث لجنة التدقيق وتعيين أعضائها مع تحديد اختصاصاتها وكيفية تسييرها